أحسن الله إليك يقول السائل ذكرتم في درس سابق أن قنوة النوازل لا بد فيه من فتوى من ولي الأمر ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية فهل ما يحصل الآن في قنوة كثير من الأئمة لصالح العراق وهو اجتهاد منهم بدون إذن من الوزارة هل يأثم هذا الإمام وهل ينكر عليه الفتوى ليست من وزارة الشؤون الإسلامي الفتوى من دار الإفتة من اللجنة الدائمة والوزارة إنما هي مبلغة فقط مبلغة للفتوى وهؤلاء الذين اجتهدوا وقنتوا نقول أنهم أخطأوا في هذا لكن لعلهم يعذرون في اجتهادهم وغيرتهم على المسلمين يعذرون في هذا إن شاء الله ولكن الأولى بهم أن لا يستعجلوا في هذا الأمر لأن هذا فيه نوع من الافتيات على ولاة الأمور فيه نوع من عدم الانضباط والمسلمون يجب أن يكونوا منضبطين مع العلماء ومع ولاة الأمور والذي يدعو لإخوانه المسلمين الباب مفتوح يا أخي يدعو لهم في صلاته في جلوسه في مشيه في جميع أخوانه يدعو للمسلمين ما هو خاص بالقنوط لم يختص الدعاء بالقنوط إنما القنوط نوع من الدعاء وهو راجع إلى أهل الحل والعقد نعم